يتزايد يوما بعد آخر الجدل بشان الكليات الأهلية في العراق بعد عام 2003 جدل يدور حول جودة مناهجها ومخرجاتها التعليمية حتى وصل الأمر إلى اتهامها بتدمير المنهج العلمي والعملي كما تقول اللجان النيابية الرسمية بسبب سطوة المال وتحكمه في قطاع التعليم الأهلي نعبع على الأسرة العراقية اثنين أن هذا التعليم الخاص قسم منه جيد قسم للأسف هذا الأقل وقسم آخر يضغي عليه الاحتبارات المالية ثلاثة الخطورة تكمن أكثر عندما نصل إلى قطاع الطبي هذا الطب يعني يتعلق حياة البشر وحياة الإنسان وبالتالي الآن من يدخل أن القطاع الطبي يدخل فيه شكليات أهلية ده يثير مثال جدل كبير حقيقة التقييم يجب أن تكون الأسئلة النفس الأسئلة الموجودة بالتعليم الموازي لها في الجامعات الحكومية كذلك في الأهلية لذلك حتى لا تنخفض جودة وكفاءة الطالب الخريجين من الكليات الأهلية المسؤولون في وزارة التعليم العالي الحالية أكدوا أن قانون تأسيس الجامعات والكلية الخاصة فيه ثغرات عديدة تحتاج إلى معالجات جدية فيما يخص قانون تعليم الجامع الأهلي قانون 25 سنة 2016 هو قانون مقر لتنظيم عمل وتأسيس الكليات الأهلية جامعات والكليات الأهلية بشكل عام هناك العديد من الملاحظات عندنا ونحن بصدد إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون هناك تعديلات ستكون على القانون تقرر إن شاء الله في مجلس النواب عدم وجود خطة دقيقة لاستحداث كليات أهلية بما يتناسب مع حاجة المجتمع لاختصاصات معينة ولدى فوضى داخل قطاع التعليم الأهلية تماشت مع مصالح المتنفذين من الأحزاب والمستثمرين فانعكست سلبا على جودة التعليم الأهلي ومخرجاته